السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديال 12 في شهر 8 سنطرق لعدة أخبار من بينها أخبار الجالية سنرى إخوان مواطن مغربي شاب اللي في نفس الوقت زوج وأب لتوفي إخوان غارقا في مسبح في مدينة بيروجيا أو البروفينشا ديالا الله يرحمه وتعزين الحر للعائلة دياله سنرى التفاصيل كيفما أنه سنتكلموا على خبر اللي يتكلموا عليه كثيرا الصحف الإيطالية صحفي إيطالي مشهور اللي يخدمي إخوان في لياني تم المنع دياله من الدخول إلى المغرب من أجل قداء العطلة الصيفية مع العائلة دياله سنرى إخوان طرد دياله واشنه قال هو واشنه هي الشروط ديال المملكة المغربية باش تسمح لي يعود يرجع للمغرب و سنتكلمه كذلك على السبب اللي خلق أنه المغرب يطرده سنتكلموا كذلك إخوان على ارتفاع الأجور في إيطاليا على حسب ما كتقول لوكسي اللي هي إخوان منظمة التعاون والتقدم الإقتصادي اللي كتقول بلا أنه إيطاليا أحسن بلد في المنظمة كاملة اللي فيها بزف ديال الدول الصاليرات الحقيقية تزادت في تلشر الأولى ديال هات السنة بطبيعة الحال غالي نشوفوا التفاصيل وغالي نشوفوا الجورجا ميلون أشنه قالت على هاد المعلومة كيفما أنه غالتكلموا يا إخوان على أوكراينا تتوغل في روسيا لليوم السادس على التوالي وغالتكلموا يا إخوان كذلك أشنه واقع في القضية الفلسطينية خبر لمذكرتوش في الفقرة ولكن راح يتجديد بزاف حماس كتعلن على أنه جوجه المقاتلين ديالها اللي كانوا مكلفن بالحراسة ديال الأسرة قتلوا يا إخوان آسير وجرحوا جوج ديال الأسيرات بطريقة اللي هي خطيرة علاش لأنه ربما يأخوان دوك المجازير اللي كترتاكب إسرائيل فقصوهم ولخلوهم أنهم يتحكموا شفريوسهم أو أنهم بغوا ينتاقموا وقتلوا آسير من الأسرة اللي عندهم كيفما أنه غالتكلموا الجديد في المفاوضات الأزمة الكبيرة اللي كان مابين نتانياهو وغالت اللي هو الوزير ديال الدفاع الإسرائيلي وغالت شوفوا كذلك الهجوم ديال إيران والبيت الأبيض اللي كيترقب أنه الهجوم غايكون في هذا الأسبوع وكين أخبار أخرى غالتين طرقوا ليهو كيفما العادة كن بغي أشكركم جزيرة شكرا لدعم ديالكو من القناة والناس اللي لم تشاركاش اشتركوا بشكوا تصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غالتين طرقوا لأخبار ديال الجالية المغربية وغالت بدوم البروفينشة ديال مدينة بيروتجا وبالتحديد البلدية ديال مارتشانو اللي في المسبح البلدي ديالها يوم السبت مع الثلاثة ونص ديال العشية مواطن مغربي غادي توفي إخوان غارقا في هذا المسبح الله يرحمه تعازين العائلة دياله الصغيرة والعائلة الكبيرة والله يصبر الزوجة دياله والأم دياله والعائلة دياله إجمالا لكني إخوان هو أنه هات السيد على حسن ما كتكتب الصحف الإيطالية مع هذك الثلاثة ونص ديال العشية غايتلح في الاب بيسين ولكن غاديمشي ديالك تي إخوان القاع ديال الاب بيسين يعني غايفون دي سيد على حسن ما تيقولو كينا ربما مشي وعكا صحية ولذلك حاليني إخوان راكيدر والتحقيق ديالهم الشاب اللي كيفما قلنا عنده واحد وثلاثين الاسم دياله آمين خدام أوبيرايو وخليه إخوان الزوجة وطفل صغير نهار السبت مع العشية كيفما كتكتب الصحف وهدشي إخوان دونات وكذلك الكاميرات اللي كينا في المسبح غايتلح في المسبح وما غايبقاش يطلع من بعدي إخوان غايجيون نس ديال الإسعاف غايتجي لابيلانس غايتنطالق واحد لوكو بطير من المستشفى ديال مدينة فورينيو ولوقيت اللي جوا المسعيفين حاولوا أنه يدروا لي الأعمال ديال الإغاثة والإسعاف الأولي إلا أنه إخوان ما قادروا يدروا تشيح حاجة من غير أنه ميسجلوا الوفاة دياله على حسن ما كيكسبوك كذلك هو أنه في أعمال الإغاثة من بين الأشياء اللي رمي إخوان أكل أكل اللي ربما كان يالله كاله وكن يقولوا دائما أنه الأكل والعومان أرى ما تيطلقوش خاص دائما الواحد يخلي شوي ديالة الراحة يا إخوان ما بين هاتجوجة المسائل المهم إجمالا حاليني إخوان رجال الشرطة أرى فتحوا التحقيق ديالهم بالتهمة ديال القتل غير العام ضد مجهولين وهذه إخوان هي المسطرة اللي كدر دائما ماشي بطبيعة هل غير يتابعوا لابدى شي واحد ولكن باش تكون عندهم الإمكانية أنهم يدلوا تشريح وباقي الإجراءات القانونية الله يرحم هاتجوجة السيد من جديد أما فيما يتعلقي إخوان بأخبار أخرى غذي نتكلموا على هذا الخبر اللي هو صراحة الحديث ديال الصحف الإيطالية نشرح لكم أشنو اللي كين هذا اسميته لويجي بيلاتسا واللي هو صحفي ديال البرنامج الشهير لياني كيدوز في إيطاليا أونو هو تقريبا 23 عام هو خدم عام ولياني ره 28 عام هذي كيتبت في قنوات الإيطالية هاتجوجة في السنوات الماضية كان مشل المغرب وداري إخوان واحد روبرتاج على الضعارة ديال القاصرين اللي كين في مدينة مراكش اللي كيتعرضوا لها البنات اللي هم هي قاصرات وكيتعرضوا لها كذلك الولاد يعني كانت أنواع الضعارة وهو بشلت مماية وفي المدك الشيخزنة ولكن رجال الشرطة المغربية حصلوه يا إخوان وفي هذه الفترة كانوا شدوه وطردوه إلى إيطاليا إلا أنه كان سجلي إخوان ماطاريال كثير وكان رسله عن طريق الإنترنت للطاليان قبل ما يتشد ولذلك الوقيت اللي شدوه وحجزوه على الماطاريال اللي كان عنده كان هو ضيجاي إخوان قدر الغارات وصيفت الشيخ للطاليان مني رحلوه وطردوه من المغرب دخلي إخوان في واحد اللائحة السوداء وهو يتحل بشل الطاليان دار روبرتاج دار المونتاج وانشر ذاك الفيديو فيديو اللي سراحتان راه باقي في الانترنت كيتكلم على واحد الواقع مارير اللي كان في مدينة مراكش وهات شي إخوان راه كيف ما يقول هو يره ما زال كي الحدود الساعة المهم هات السيد اللي غيوقع لي هو أنه في هاد الأيام يوم الجمعة الماضي كان مغي بشي دووز العطلة ديالو هو واحد العائلة أخرى إيطالية والعائلة ديالو غيمشي يدوز العطلة ديالو في المغرب وغيجيب وضور على المغرب إلا أنه الوقاية اللي مشي إخوان بشي يركب من طريفة غي يخذ الباطو الوقاية اللي غيوصل للطنجة غيقول ليه كل شي عندهم الحق أنهم يدخلوا يعني العائلة الأخرى الأبناء ديالو الزوجة ديالو هو يدخل في لائح السوداء تصلت بوزارة الخارجية الإيطالية لذو وزيت لي السافير الإيطالي اللي كان في مدينة الريباط ومعاه تكلمت وشكره بزاف لأنه حاول أنه يخلي يدخل المهم تلتيام وكعية السافير وكيت تصل بالسلطات المغربية في الأخر وصل لحل هو بطبيع يتحل في الفيديو ديالهم قال لي أنا ما بغيش ندير المغرب قال لي لا المغرب زوين بزاف وأنا عاجبني وبغي نزوره المهم في الأخر السلطات المغربية طالبوه باش أنه يعتادر رسميا ويكسب واحد رسالة الاعتدار على حسن ما قال هو يعتادر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبطبيع تلك الساعة أنا غنكسب ها كل دولة عند القانون ديالها وكل دولة عند الشروط ديالها وخصنا لابد من احترموهم ومن نكريتيكوهم كلمة أنا غنشوف النوع ديال الاعتدار اللي بغان ندير وغن ندير وغن نعتادر ولكن ركز على مسألة مهمة الخدمة اللي درت أرى ما نادم عليها وطبيعة الحالي إخوان مني كتبشي تشوف لي انا كيدروا هذا الرابورتاج يعني على الضعارة القاصرين يدرون مثلا في إيطاليا يمشون طايلوند كمشون بزاف البلد اللي معروفة بالضعارة في العالم ويحاول أنه يدرون رابورتاج لأنه الهدف الرئيس هو أنهم يبينوا ذاك الواقع المرير ويبينوا الإيطاليين اللي يستغلوا ذوك الأطفال وذوك الطفلات هذا هو الهدف الرئيس طايلوند لأنه الإيطاليين مكبوب عليها بزاف يستغلوا إخوان القاصرين ويستغلوا مبغاه بحكم أنه بلد فقيرة بزاف ويقدروا يشري تقريبا بين قوسين لحمد البنادم المهم إجمالا هذا القادير يتكلمون عليها بزاف أما من ناحية الرياضية سنتكلموا على الانتقال اللاعب المغربي أمير ريشاردسون اللاعب المنتخب الوطني المغربي للكبار شارك مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد الأخيرة وفاز من ميدالية برونزية عسلة الأولمبياد اللي تشريه هي فرقة فيورنتينا الفاريق الأول دي المدينة فيرنس هذا اللاعب من مواليد سنة 2000 وجوج تقريبا قرر بيدي إخوان 22 عام حاليا من عقد مع فاريق فيورنتينا بقيمة مليون ومئتين ألف أورو سنوية لمدة خمس سنوات والعقد ديال تشرب من فارق اللي هو فرنسي ديال ريمس وتشرب بقيمة عشرة المليون ديال الأورو زائد مليون ديال الأورو اللي هو بونس يعني في التوتال شرب 11 وكل عام غير العب معهم لمدة خمس سنين غير يعطيهم مليون ومئتين ألف أورو يعني تقريبا 1 مليار و300 مليون مغربية زيادة على البونس والبريمات بطبيط الله يوفق يا إخوان ريتشارد صارك اللعب سابقا مع المنتخب الفرنسي قليل من 20 سنة وغير رأي ديال التحق بالمنتخب الوطني المغربي ناهيك على هذا هو يا إخوان راه لاعب ممتاز ونيف اللي بين عليه في أهمية كبيرة واللي كتجي من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي اللي اسم تالوكسي هاد المنظمة اللي فاحد العدد كبير ديال الدول من بينها دول كثيرة اللي هي مالتحاد الأوروبي كتقول بلا أنه دخل الحقيقي للعائلات في إيطاليا كان نمو دياله في تلتشهر الأولى يعني شهر واحد شهر جوجو شهر ثلاثة ديال سنة ٢٠٤٤ بنسبة ٣.٤ هادش بطبيعة حال مني كنقول النمو ديال الدخل الحقيقي كي حيضوا منه إخوان نسبة التدخم اللي كين في البلاد وكي حسبو كذلك وكي ياخذوا بعي الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين ولذلك تيقول لك فعليا ذك الشري تزاد عند الأسر الإيطالية هو ٣.٤ بطبيعة المنطقة كاملة اللوكسي كان نمو الصاليرات فيها هو 0.9% يعني قل من 1% كنتكلم على 1000 أورو في المتوسط زاد ٩ أورو أما في إيطاليا في ألف أورو في المتوسط زاد ٣٤ لكل عائلة إلا كانت العائلة عند ٢٠ ركت ٢٠٤ أورو هذي في المتوسط بطبيعة الحال هادش اخوان 0.4% وهذا المرة سأتكلم على 3.4% يعني ثلاثة النقاط مئوية اللي زيدة نمو اللي هو كبير واللي غالي تفتخر به بطبيعة الحالي رئيسة الحكومة جورجا ميلوني اللي قالت بلا أنه هاد النتائج هي نتيجة السياسات دي الحكومة ديالنا وبلا أنه الحكومة الإيطالية كدر جهد ديالها كذلك نحاول أننا رفع الصالرات كيف نقص لعب العائلات من ضريبة على الدخل ومن التقعود ومن دكشير ينبس وهذا ما يستحني دارت الحكومة الإيطالية إلا أنه هاد الأرقمي إخوان واشنطرمايا كعائلات كتحس بها حقيقية أو لا يعني كنتكلم على بعيدا على التدخم وبعيدا على القدرة الشرائية اللي اخذوا بعيدا الاعتبار واشف يعني كتحس بلا أنه الصالرات ديال كم بذات كتزاد مقارنة بالسنوات أو الأشهر الماضية فهذا الفقر يا إخوان غذين تكلموا على الأخبار اللي كتجينا من القيطاع ديال الغزة وأبرزها غذين تكلموا يا إخوان على الهزوم ديال إيران على إسرائيل المحتمل أو المرتقب بطبيعة الحال كنتكلموا على أنه الأغلب ديال الدول الغربية من بينها كذلك الوزير ديال الخارجي الإيطالي تكلم مع الناظر ديال وإخوان الإيراني وفي هذا المحاذثة طياني قلب لأنه الوزير ديال الخارجي الإيراني يلح على أنه إيران عنده حق الرد وحق الدفاع على نفسها لأنه إسرائيل هي نتاكات السيادة ديالها وهي نمشت قتلات واحد ضيف في الأراضي ديالها إجمال إخوان كينا إيطاليا كيفما كينا بريطانيا وكذلك ألمانيا وفرنسا لكي طالبوا من إيران أنها ما تردش على إسرائيل وما تهجمش عليها باش للمنطقة ما تخش في واحد الحرب واسعة بطبيق الحال كيقولوا الإيران رهد رد علي لنرد عليك غتقى دائما نجيب واحد الصراع لهواية أكبر من الأحسن ما تردوش باش هذه التحدية لما بيناتكم توقف هنا إلا أنه إخوان إيران مصر على الرد وعلى حسب عدة مصادر أمريكية الإيران كتوجد كيفما كتتوجدي إخوان لذي 13 و14 في شهر يعني توجد لهواية كبير ناهيك على أنه سداتي إخوان في عدة فترات من هذه الأيام الماضية سدات المجال الجوي ديالها باش تدير كذلك تداريب عسكرية ناهيك على أنه مسؤول إيراني قلب لأنه إيران غادي ترد في الوقت اللي كيبال لهم زيان وكينني إخوان وهذه الشراء تقريبا كل يوم كيقولوا إيران غادي تهجم كينلي تيقولك إيران ربما تهجم في الساعات القادمة أو غدة أو الليلة لما بين 13 أو 14 ولكن كل شيء إخوان كينتظر يوم الخاميس علاش لأنه يوم الخاميس غادي تكون المحادثات ما بين قطر مصر أمريكا وإسرائيل حول وقف إطلاق النار في القطاع واتفاقية ذي التبادل الأسرة ما بين إسرائيل وحماس هذي الاتفاقية حماسي إخوان ما غا ترسلش الناس لهم يتفاوضوا بالاسم ديالها علاش لأنه وخل أخبار وكذلك الصحف الإسرائيلي كتقول حماس رافض التفاوض وكذلك نتانياهو إلا أنه الحقيقة دية الأمور هو أنه حماس كتقول حنا يبغن شو نتفاوضوا على مقترح واحد المقترح اللي تقدم به الرئيس لأمريكي جو بايدن في الأخر ديال شهر خمسة واللي كان على ثلاثة ديال المراحل طبي هل هذا المقترح في الأول كانت قبلها تبيه إسرائيل قبلها تبيه حماس ما كانوش متافقن في نقطة وحدة اللي هي وقف إطلاق النار الدائم إلا أنه ده بحاليا بغني يمشي ويدرس مقترحات جديدة وأفكار جديدة وحماس قتليهم الله يعني أنا بغيس هذا المقترح نتافق عليه ونوقف الحرب طبي الحال من غير هات الشي إخوان أهم حاجة وقعت اليوم وهي إخوان وحد الحرب داخل في إسرائيل كانت تكلموا على نقاش اللي كين ما بين غاللنت اللي هو الوزير دية الحرب أو وزير الدفاع ورئيس الحكومة اللي هو نتانياهو واللي هادو تقريبا ما بيناتهم هذي الشهرين هما كيتكلموا على أنه نتانياهو بغي يغير ويجري على وزير الدفاع اللي هو يا غاللنت ولكن معمره ما قام بهذا الخطوة واليوم غاللنت قال وحد النقطة اللي هي مهمة قال لهم كنسمع قرع الطبول والحاديث على الانتسار المطلق الانتسار المطلق اللي دائما كيتكلم عليه نتانياهو قال لهم هذ الحرب غاللتكون مغامرة وهذا شي أنا ما كنفهموش وتكلم على أنه اسرائيل في مفترق الطرق يعني يا غاللتختار حاجة يا تختار الأخرى يا تختار تسوية وصفقة تبادل الأسرة أو أنها تختار تسعيد وقال يوم أنا مع الأجهزة الأمنية راني غادي في الطريق ديالتسوية وصفقة ديالتبادل الأسرة بطبيط حال من جهة أخرى غاينوذي إخواني هجيم على هذ الكلام نتانياهو قال لهم الانتسار المطلق راه هو اللي باغين وهو اللي غادي يكون وحتى الوزير ديالتدفاع راه تهوايا معني بالأمر ديالتال الانتسار المطلق والشيء يعنيه وقال لهم الحاديث دياله هو حاديث لضد إسرائيل يعني هذي إخوان راه هو وزير ورئيس الحكومة راه مكن تكلمش على معارضة راه بجوجهم في نفسي إخوان تيار المهم إجمالا في القناة الرقم 12 الإسرائيلي اللي هي متابعة إخوان قناة إخبارية ديالهم كان محلل سياسي اللي تكلم على أنه غاللنت كيشوف بلا أنه نتانياهو كيكذب على الجمهور في حيل أنه نتانياهو كيشوف بلا أنه غاللنت جاسوس أمريكي علش لأنه بغي المخطط الأمريكي اللي باشينهي النزاع بطبيعة حال أمام هذ النزاع اللي كين محلل اللي كيتكلم على أنه هذ العلاقة ولت علاقة خطيرة ولت علاقة تشكل خطر على الأمن ديال إسرائيل غامشو نتكلموا كذلك إخوان على الأرقام اللي نشرتها الوزارة ديال السحة ديال القيطاع ديال غزة واللي كنتكلم على العدد ديال الأطفال اللي توفاوا منذ بداية الحرب كنتكلموا على 16456 طفل الله يرحمهم شهداء في الجنة أما النساء رأهم 11088 يعني في التوطال كنتكلموا على حوالي إخوان 29500 والبقية اللي هي عشر آلاف رأهم رجال فيهم كبار السن وفيهم الناس اللي هي ما زال إخوان شابة ولذلك الأرقام اللي كنتنشرها وزارة الصحة كتبيني إخوان ماذا الكارثة الإنسانية اللي كان في قيط ديالغزة وكيفاش الكاين الصهيوني كيستهدف المدنيين على ذكر هاد النقطة اليوم أتكلمت كذلك أمريكا وقالت بلا أنه حنا عدنا عين بلا أنه حماس كتبشي للمناطق المدنيين وكتتخبو السم ولكن هادش ما كيعنيش أنه إسرائيل ما غيرتكونش عند المسؤولية ديال حماية المدنيين إحنا دائما كتلبوا مننا أن نتفذ المدنيين ولذلك إحنا قاليقين للغاية على ذك الشي اللي وقع الأسبوع الماضي وكيتكلموا يا إخوان على مجزارة المصلين لرح ضحيتها 98 شخصي إخوان رسميا تم تعرف على 75 جثمان مبناتهم 11 طفل وساء ديالت النساء أما الكيين الصهيوني إخوان ننشر لائح هذه الأسماء ديالناس اللي قال لك كين في الجهاد الإسلامي وفي حركة حماس واللي تم الاستهداف دياله في ذلك المسجد أو هذه المدرسة طيب يتحلم من بين الأسماء اللي نشر كانوا ناس اللي توفوا يومين قبل هادشي خيال داليل على أنه الأرقام اللي كيد اللي بيها والمعلومات اللي كيد اللي بيها الكيين الصهيوني هي معلومات كاذبة فهذا الفقر يا إخوان غذي نتكلموا على الجديد فيما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني والصورة اللي كتشوفوا هي يا إخوان من مدينة دابوريجا اللي فيها محطة نووية واللي بالأمس تم الاستهداف ديالها من جوج ديال درونات اللي هي أوكرانية كنت تكلموا يا إخوان على أكبر محطة نووية ولي لا قدر الله ونفاجرات ووقعتش حجل هي خيبة ره بزاف ديال المواطنين لملايين ديال المواطنين ديال عدة دول غذي تأدي التمن هاد المدينة يا إخوان هاد زابوريجا رح حاليا إخوان مسيطرة عليها الروسيين محتلينها في حين أنه الأوكرانيين مشاتليهم وكيحاولوا أنهم مرة مرة إخوان يقوموا بهجومات إلا أنه الاستهداف ديال البرج ديال التبريد ديال هاد المحطة كان يا إخوان أمر لي هو خاطر المهم الحارق معرض للإنهيار في حين أنه فيما يتعلق إخوان بالتقدم الأوكراني في روسيا هاد المناطق اللي كتشوفوا إخوان بالحجري هي مناطق اللي حاليا يسيطر عليها الجيش الأوكراني اللي تواغل داخل الأراضي الروسية الأراضي الروسية هي هادي وهذه رها أوكراينا رطبيط حل على حسن ما كيروجي إخوان سيطروا تقريبا على 12 بلدية وعلى حسن ما دائما إخوان السلطات الروسية الناس اللي تقتلوا يعني من الجيش الأوكراني رهم حوالي ألف وستمية جندي من غير أنهم تكلموا على حوالي ميتين إخوان من بين المدرعات ناقلة جنود كذلك إخوان وسائل أخرى ديال النقل ديال العسكر تم الاستهداف ديالها وكيروب لأنه توفى ألف وستمية جندي أوكراني بطبيط حل الجيش الروسي من جهته الأشياء الأخرى اللي استهدفة فيديو اللي كيبين أنه التوغل ديال الأوكرانيين داخل تراب الروسي بمثابة إخوان وحد الانتحار لأنه اللي دخلت مايا صعيب وصعب بزاف أنه يرجح حي لأعلاش لأنه إخوان روسيا راح ماشي شي بلد اللي هو يمتأخر راح بلد اللي هو يمتقدم بزاف من ناحية العسكرية لدرج أنه دابرهم نقلوا إخوان مية وعشرين آلف روسي من هاد المناطق كنازحين دهم المناطق اللي هي أمينة في حين أنه بدأوا كي يطبقوا القانون ديال مكافحة الإرهاب في هاد المناطق ولذلك الأوكرانيين راحما ما زال داخلين في حين أنه الرئيس زيلانسكي ولأول مرة يعترف رسميا بالتوغل ديال الجيش دياله داخل روسيا وقال بلأنه إحنا يرى محتاجين الاثوريزاسيون ديال الناس اللي كيدعمونا يعني الدول اللي كيدعمنا باش نستعملوا الأسلحة ديال المدى الطاويل ضد الروسيين وهذا شي بطبيعت حل كيف مقال هوايا غادي قرب النهاية ديال الحرب لأنه باش نقضي على الإرهاب الروسي خصنا نستهدفوا المطارات دياله وكذلك اللوجيستيك دياله ولذلك خصنا نهجمو عليه في روسيا بطبيعت حل من جهة أخرى فيما يتعلق بالدونيسك اللي هو يا إخوان في جنوب أوكراينا واللي في الروسيين على حسن ما كنت تذكر العديد من الصحف سواء أوكرانية أو كذلك روسيا كيني إخوان وحد ضغط كبير روسي على عدة مناطق اللي هي مازال عند الأوكرانيين ولذلك كيف ما ستقولي إخوان وزارة الدفاع الروسية قدروا أنهم يخذوا في هذه الأيام يعني الأسبوع الأخر ثلاثة البلدية الجديدة اللي كانت في اليد دي الأوكرانيين وحاليا في اليد دي الروسيين يعني الروسيين كيتقدموا إخوان في الجنوب وبطبيعة الحال التهمة الكبيرة اللي كيعطيها يا إخوان بوتين للزيلانسكي هو أنه كيضحب الشعب دياله باش يطبق الأوامر ديال الغربيين اللي بغني حاربوا روسيا وكيحاربوها بالأبناء دي الأوكرانينا ناهيك على هذا قالب لأنه ما كان حتشي مفاوضات فيما يتعلق بالسلام في الوضعية الراهنة لأنه كان كلام على أنه ربما تكون اتفاقي ديال السلام وهو نيس بوتين قالب لأنه أوكراينا كدير في هات الشي باش من نقلس في طاولة الحوار على السلام تكون عندها قوة أكتر إلا أنه مقالين بهذه الطريقة ما غيكون حتشي سلام وما غتكون حتشي مفاوضات